خلص كويس أنا طلعتك هزبان بالقاعدة دي على المستوى الشهر مضيتم مضيتم هشام يعني فكرة العشرة لقى لخد البطولة التاسعة والعشرة وفكرة كابتن الخطيب في الاحتفال جات ازاي وكلمك فيها ازاي؟ لا هو اللي حصل انه كابتن كان مكلمني من ساعة النجمة التاسعة مش العشرة ربا بعد القاضية مش فكرة جديدة زي ما الناس بتقولك انت عامل عشرة لا هو سريعا كده اللي حصل انه كابتن بعد الحمدلله ما ربنا كرمنا بالبطولة التاسعة فبقى فيه نجمة تاسعة هتتحطى على التيشرت النادي الاهلي واحنا كنا عملنا حفلة للنجمة الرابعة بس كانت حفلة اصغر شوية حجما من دي برضو كنت انا اللي عملها فالكابتن كلمني قال لي هشام احنا الرابعة دي بتاعت الدوري كل عشرة دوري بالضبط اللي 40 دوري فعملنا حفلة ساعتها اكيد شوفتوها وبعدين خدنا البطولة التاسعة الغالية جدا جدا فالكابتن قال لي عايزين نحتفل بالولاد وندشن النجمة التاسعة على تيشرت النادي الاهلي قلت له طيب يا كابتن وبدأت احضر فالناس مش عارفة انه اللي حصل ده اصلا كان للتاسعة كان تحضيرات للنجمة التاسعة مش للنجمة العشرة عشان كده كانت عالية دخلت الاحداث بسرعة اه الحمد لله فبعد تلاحم الماتشات وظروف الكورونا وانه ما بقاش فيه وقت فضلنا ناجل 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 لحد ما ربنا كرمنا واخدنا النجمة العشرة فالكابتن قال لي الولاد دول حقهم ما ينفعش يضيع ربا ضرت النفاع طبعا حقهم ما ينفعش يضيع دول عندهم بطلتين ولازم لازم ان احنا نحتفل بيهم ولازم ياخدوا حقهم واللي كان متأجل يا هشام في النجمة التاسعة انا عايزة تعمله وتعمله حلو جدا جدا عشان نكرم الولاد دول على النجمتين جميل فقلت له اوكي يا كابتن يلا بينا وبدأت احضر وبدأت اشتغل كده ايه بالراحة امتى يا كابتن المعاد بسبب تلاحم المواتشوات بتاعت الدوري عمل ايتي وبسبب تلاحم في ظهر وجيل المعسكر بتاع المنتخب فالعيبة كلها بتاعت الكابتن قال مش هينفع نحتفل وفي ناس من الفريق مش موجودين فاضطرينا نستنى الفرقة لما ترجع لما الفرقة رجعت ظهر انه علي معلول وإليو ديونج لسه ما رجعوش من منتخباتهم فلازم نستنى فاستنناهم فامتى بقى نتأكد علي المعاد منه يلا نعمل الحفلة يوم تسعة عشرة تسعة تسعة انا اسف تسعة تسعة كابتن بالليل قال لي يلا خلاص الولاد كلهم موجودين وكله رجع وكله اسبوع ده الحق مفيش الاسبوع ده ده احنا تسعة تسعة كان خلص يعني انا معايا عشرة حداشر اتناشر تلت ايام اوه تلت ايام ايه بقى الجزء ده مهم قوي يعني جزء التحضير للحفلة ده جزء مهم جدا تتعرض على الكابتن بقى قدامي ثلت ايام للتحضير منهم تحضيرات كلها خارج مدرج التتش ماينفعش ادخل الملعب ليه؟ جيتمرن اللي عيب ستمرن فماينفعش تبني ستتش ماينفعش تحط كراسي ماينفعش تعمل تجهيزات ديكور ولا اي حاجة تقدر تعملها غير ايه؟ انك تحضر برا تبدأ تتحضر برا وتبقى تشوفها هتركب ازاي الى ان الاهلي كان عنده الفريق الاول كان عنده ماتش ودي مع مترو جيت وتاني يوم انت بتعمل الحفلة بيوم قبل الحفلة بيوم هم خرجوا من ماتش الودي الساعة تمانية سابع المغرب دخلنا احنا تمانية الحفلة تانية هو الساعة تمانية فكل اللي حضراتكم شفتو ده كل اللي حصل ده حصل من الساعة تمانية بالليل يوم الاثنين لحد الساعة تمانية يوم الثلاثة اللي هو يوم الحفلة طبعا ده عشان يحصل اول مرة الفريق بتاعي اللي انا بقى بشكرهم كلهم واحد واحد جميعا يعني من وليد الحريري اللي عمل الشاشات وشكل وشكل المسرح ليسمين مهندس الديكور لجلال الزكي مدير التصوير للمغنيين اللي جوم اشتركوا في الاغنية الايمان باجة امر لمادي الموزع لانا طبعا خايف انساهم طبعا المنترين اللي اشتغلوا الشريف لطفي وعمر ناس كتير جدا جدا اشتغلت في الحفلة وكلهم لأول مرة يقولولي هشام احنا مش هنلحق اللي انت طالبوا ده كتير جدا واللي انتوا عايزين تعملوا ده كتير جدا على الوقت ده ساعات اه ساعات فعلا معدودة فقلت لهم يا جماح لازم نعمل ده ولازم نعمله بالشكل مناسب ومش عايز قبل ما تحكي الشكل مناسب هنا يأتي دور العلم ودور الإدارة إدارة الوقت الرجل ده درسته كانت في البزنس إدارة الوقت الذي يبدو مستحيلا عندما تخش في التفاصيل وتدي كل واحد وتديري العملية في الوقت يحصل اللي حيقوله لنا هشام جمال هو طبعا إدارة الوقت والإنه هم كلهم الناس اللي كلها محترفين والحمد لله بيشتغلوا بحب معايا وعشان احنا بنعمل حاجة للنادي الاهلي العظيم ده فضغطت عليهم ولما حد فيهم بيديني كلمة خلاص اوكي ده بعارف ان هي اوكي لاني بختار الناس وتزاي النادي الاهلي ما بيختار التشكيلة بيختار القايمة القايمة اللي بتشتغل في الرزنامة ومعانا في شغلنا طول الوقت الحمد لله دايما باسم الشركة بيبقوا دايما قايمة وتشكيلة هي أحسن أحسن الموجودين في مصر وعلى مستوى زي اللي موجود بره بالزبط الحمد لله فكل ناس مويتت نفسها متأكد اني نسيت ناس لانهم كتير جدا واسف جدا ان انا اكيد نسيت ناس اعماد نبيل مهندس الصوت اللي طلع مضبوط سامي يوسف الفاير ويركس كل الناس اللي كانت موجودة واشتغلت واحمد جمال اخوية ساعدني جدا في الحفلة وعشان البرج كانت فكرته وكل الناس الصراحة يعني الناس كلها اجتهاد غير طبيعي والتزام غير طبيعي فكل ده حصل من تمانية بالليل 24 ساعة كل اللي شفتو ده الانتاج خلي بالك هي المشكلة انك كمان توليت الانتاج عب انك يعني الانتاج ده يا جماعة ده قصة الواحدة وده عايز شركة وعايز ناس ملهاش دعوة غير انها تعرف تطلع القرش امتى وتحطه فينه وتحصله ازاي وده اه ماينفعش ان انسى الناس مهمة جدا انا اسف انا عملا افكر عشان الجزء ده انا ايه عملا قاعد اذاكر قبل ان ما يرأوا يا رب ما انساش حد يا رب عشان ما حادش يزعل عشان عايزهم كلهم يتبسطوا لانه بجد كلهم تعبوا ادارة تنفيذية للنادي الاهلي وكل الناس اللي من النادي الاهلي تعاون غير طبيعي الدكتور سعد شلبي طبعا استاذ جمال جبر وكل الناس اللي موجودة استاذ اريم مش عايز ننساههم برضو كلهم كلهم ناس عظيمة وهيلة وحتى الادارة المالية كل امير توفيق سعيدني في حاجات كل الناس الامن لا طبعا الامن دول هم اهم ناس كانوا موجودين عشان التنظيم والسيطرة في اليوم فدول كلهم